شرب لترين أو ثمانية أكواب من الماء كل يوم عادة ضرورية هذا ما عيدنا سماعه للحصول على نظرة الوجه والصحة الجيدة وكثيرا من صدف أشخاص يحملون معهم قننة الماء يتنقلون بها أينما حلوا لكن هذه الجهود مضيعة للوقت هذا ما أثبتته صحيفة الديلي ميلا البريطانية إذ من الأفضل الحصول على كمية الماء المطلوبة يوميا لا عن طريق الشرب بل عن طريق الأكل فالماء ضروري لصحة الجسد لقيامه بوظائفه العديدة لكن فكرة الإكثار منه تعرضت للكثير من المبالغة ذلك لأن ربع احتياجاتنا من الماء يوميا تأتي عن طريق الطعام لأن الماء موجود في كل الأطعم التي نتناولها حتى شريحة الخبز تحتوي على 33% وحسب الخبراء فإن الإكثار من شرب الماء قد يحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه ويذهب بها إن خرجت من الجسم مع الماء بسرعة كبيرة وليس خطأ شرب الماء شربا لكننا إذا لم نحسن من قدات الجسم على الاحتفاظ به داخل خلاينا فسيضيع الماء هدرا في الحمام دون فائدة والأعراض مثل انتفاخ العينين والكاحل والمعدة إشارة إلى عدم تمكن الجسم من الاحتفاظ بالماء لأنه يطفو بين الخلايا وهو ما يجعلنا نهرم ونشيخ ونشعر بالبدنة والثقل ويوصل أطباء أيضا بتدرج في التغيير من شرب الماء إلى أكله لأن التحول الفجائي سيرفع مستوى الألياف لديك بشكل غير معهود ما سيبقيك في الحمام لسبب مختلف تماما موسيقى موسيقى موسيقى